هيا بنات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير طول عمري مؤمنا اننا كستات اصلا مميزين واننا مفيش حاجة صعبة علينا ولا في حد اشتر مننا علشان كده من اول ما بدأت معكم في القناة قررت اننا مش هنعمل اكل عادي ولا حتى هنعمل اي وصفة والسلام احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركتها وكل مرة هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكلة من اكلاته وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها وبما ان العيد خلاص دخل علينا كل سنة وانتم طيبين النهاردة قررت اجيب لكم اسرار الاكلة اللي حرفيا كلنا بنموت فيها وبالذات في العيد وهي الكبدة ومادام هجيب لكم اسرار الكبدة يبقى ماينفعش اجيبها غير من اشهر مكان بيعمل كبدة في مصر واللي مفيش حد فينا مش بيموت في الكبدة بتاعته وهو عز المنوفي والنهاردة حصريا والاول مرة هتعرفوا كل اسرار وطريقة كبدة الشارع من عز المنوفي هتعرفوا سر خلطة عز المنوفي اللي كل حاجة فيها مظبوطة علشان تدينا الطعم اللي كلنا بنموت فيه وسر خلطة التوابل بتاعتهم اللي من النهاردة مش هتبقى سر هتعرفوا ازاي الكبدة بتاعتكم تطلع طرية ودايبة وسواها مظبوط جدا من غير ما تنشف منكم وبنص كيلو كبدة واحد بس هنطلع عشر سندوتشات مليانين كويس قوي بنفس الشكل وطعم وريحة سندوتشات عز المنوفي لكن بجودة اعلى بكتير لاننا النهاردة طبعا هنستخدم كبدة بلادي مش كبدة مجمدة ومن النهاردة انتو مش هتعملوا كبدة نكحة وطعمها حلوه وخلاص انتو هتعملوا كبدة عز المنوفي في البيت بالملي واي حد هيكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معمولة في البيت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعالوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ويلا بينا نبدأ طيب اول حاجة بقى طبعا خلونا نتكلم عن الكبدة والكبدة اللي بيستخدموها في عز المنوفي هي كبدة مستوردة ومجمدة والكلام ده منهم شخصيا فلو حابين تستخدموا في الوصفة دي كبدة مجمدة عادي طعمها برضو هيطلع معاكم جميل اي حاجة متوفرة عندكم تقدروا تستخدموها لكن احنا النهاردة تحديدا هنستخدم كبدة بلدي والكبدة دي هي نص كيلو من الكبدة بس هتطلع معنا عشر سندوتشات مليانين كويس قوي زي ما هنشوف مع بعض في اخر الفيديو وهنيجي طبعا بقى الاهم سؤال انا متأكدة ان انتو هتسألهوني وهو الكبدة بتتغسل ازاي والاجابات منتهى البساطة وبدون اي جدال كتير هي ان الكبدة ما بتتغسلش اصلا وخلونا بقى نبدأ نقطع الكبدة بتاعتنا وانا جايبها من الجزار متقطعة شراحة وفيعة بالشكل ده وهبدأ قطعها قطع صغيرة زي ما انتو شايفين كده لكن لو انتو اصلا جايبينها قطع واحدة على بعضها يبقى هتحطوها في الفريزر تتجمد يعني حوالي 80% كده بعد كده هتبدأوا تقطعوها شراحة وفيعة وبعد كده تقطعوها القطع صغيرة زي ما انتو شايفين كده لان الكبدة لو كانت فكة معاكم ومش مجمدة مستحيل هتعرفوا تقطعوها لشراحة وفيعة هنجهز بقى بقى المكونات بتاعتنا واول حاجة عاوزين معلقتين كبار من التوم المفروم وعاوزين قرنين من الفلفل الرفيع الحامي اللي هو اشهر حاجة في كبدة عز المنوفي اصلا وهنقطعهم لدوائي الرفيع بالشكل دوت لكن لو انتو اصلا مش بتحبوا الكبدة سبايسي يبقى تقدروا تستبدلوا الفلفل الحامي دوت بفلفل رومي عادي جدا واخيرا بقى هنيجي الاهم حاجة والحاجة اللي حيارتنا معها لسنين وهي التوابل والنهار ده بقى اخيرا هتكتشفوا السر ده بكل تفاصيله وهنيجي مع بعض الاهم سؤالين السؤال الاول هل فعلا التوابل بتاعتهم هي سر حربي زي ما دايما الفكرة دي بتتصدر لنا والاجابة منتهى البساطة انه لأ التوابل بتاعتهم مسر حربي ولا حاجة لكن الفكرة كلها ان اهم خمس توابل في خلطة التوابل بتاعتهم هي توابل مش درجة قوي بالنسبة لنا يعني مش من التوابل اللي احنا بنستخدمها في مطبخنا كل يوم وحالا هنعرف مع بعض كل التوابل دي والسؤال التاني بقى هل التوابل دي هي بس سر طعم كبدة عز المنوفي والاجابة هي ان التوابل دي 60% بس من سر طعم كبدة عز المنوفي وفيه 40% من سر الطعم دوت في طريقة التسوية بتاعت الكبدة اصلا وده اللي هنكتشفه مع بعض النهار ده خلونا بقى نبدأ في التوابل بتاعتنا والكمية بتاعت التوابل اللي هقولها دي تكفي نصف كيلو بس من الكبدة يعني لو هتعمله مثلا كيلو يبقى هتضعفه كمية كل حاجة واول حاجة بقى عاوزين معلقتين صغيرين من الكزبرة معلقتين صغيرين من الكمون ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود معلقة صغيرة من السماء معلقة صغيرة من التوم البودر نص معلقة صغيرة من اللومي او اللمون المجفف ونص معلقة صغيرة من جسط الطيب وتقدروا تستانوا عنها لو انتوا حابين ومعلقة صغيرة من البابركة مدخنة تحديدا معلقة صغيرة من بهرات اللحمة ومعلقة صغيرة من الكركم ومعلقة صغيرة من الملح العادي ومعلقة صغيرة من الفلفل الابيض ونص معلقة صغيرة من ملح اللمون خلوني بس هأكد عليكم قوي ان ملح اللمون لا غن عنه في الوصفة دي يعني كل التوابل اللي احنا قلنا عليها دي كوم ومالح اللمون ده في كوم تاني وقبل بقى ما نبدأ في الكبدة بتاعتنا هنسيب فح ما يتولى على النار لحد ما نخلص الكبدة خلونا بقى نبدأ في الكبدة بتاعتنا واول حاجة في طاصة على النار هننزل بنص كوباية من الزيت وهنسيب الزيت بتاعنا يسخن شوية بعد كده هننزل عليه بنص كمية التوم هنديله تقليبة كده بعدها على طول هننزل بالكبدة بتاعتنا مش هنستنى التوم يحمر خالص يعني مش عاوزين التوم بتاعنا ياخد اي لون بعد كده هننزل بباقي كمية التوم على الكبدة وهنقلبهم مع بعض وعلى طول هننزل عليهم بالتوابل مش هنستنى لحد ما الكبدة تستوي لاننا عاوزين الكبدة بتاعتنا وهي لسه ناية كده تشرب من طعم التوابل وهندي الكبدة بتاعتنا تقليبة يعني حوالي دقيقة بعد كده هننزل عليها بالفلفل على طول وهنديها تقليبة كمان لمدة دقيقة مع الفلفل وبس كده بمنتهى البساطة الكبدة بتاعتنا خلاص جاهزة ومخدتش مننا خمس دقيق وفي اللحظة دي انا بجد مش عارفة وصف لكم قد ايه الريحة رهيبة حرفيا كأنكم واقفين عند عز هنيجي بقى مع بعض السر اللي بيشكل 40% من طعم كبدة عز هنيجي في وسط الكبدة بتاعتنا وهنفضي جزء بالشكل ده وهننزل بقطعة من الورق الفويل وبعد كده هننزل بالفحمية اللي احنا سخناها في الاول وهندفي الفحمية دي بقى بشوية من زيت الكبدة او بالسمنة لو متوفرة عندنا وبعدها على طول هنغطي الكبدة بتاعتنا فانسيبها بقى تتدخن مع الفحمة بالشكل دوت يعني حوالي ربع ساعة وبس كده ده شكل الكبدة بتاعتنا بعد الربع ساعة والريحة بجد وهمية انتو مش متخيلين وطبعا جهزنا الفينو بتاعنا وهنبدأ نعمل اطعم ساندويتش كبدة ممكن تكلوه في حياتكم نكمل بقى الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة وزي ما قلتلكم في الاول بنصف كيلو كبدة واحد بس طلعنا عشر ساندويتشات مليانين كويس قوي زي ما انتو شايفين كده واخيرا جينا الاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو وهو ان انا دوق وطبعا ما انفعش ندوق من غير ما نغرق الساندويتش بتاعنا بالتحينة طيب بصوا بقى نتيجة الوصفة دي انا هظلمها لو قلت انها حلوة جمعا نتيجة مزهلة هتبقوا مزهولين كده وانتو بتاكلوا لما تعرفوا ان انتو عملتوا كبدة عز المنوفي في البيت بالملي وبتهيقلي الشكل واضح جدا انها طالع عن نفس الشكل بالزبط وبالنسبة للطعم بقى ده حوار توابل مزبوطة بتعمل مزازة اللي بيميز كبدة عز المنوفي عن اي كبدة تانية وسوا مزبوط جدا الكبدة طرية قوي وبتدوب في البق يعني مش بتستحمل ضغطها اصلا وكل ده بنصف كيلو كبدة قلبنا الدنيا لازم تجربوا لطريقة دي وانتو من النهاردة مش هتعملوا كبدة نكحة وطعمها حلوة خلاص انتو هتعملوا كبدة عز المنوفي في البيت بالملي واي حد هيكلها عندكم مستحيل هيصدق انها معمولة في البيت وزي ما تعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها المكان بتاعنا النهاردة هو عربية عز المنوفي وبما ان الجزء الاول اللي عملته لكم بتاع طريقة سندوتشات الكبدة من اكتر الفيديوهات اللي حققت عندي مشاهدة في القناة النهاردة قررت عمل لكم الجزء التاني وهو طريقة سندوتشات السجوء والنهاردة وحصريا والاول مرة هتعرفوا اسرار وتركات سندوتشات السجوء من عز المنوفي وهتعرفوا اسرار التوابل الخطيرة اللي حيارت كل الناس واسرار التسوية اللي انا متأكدة ان كلكم هتتفاجئوا اول ما تعرفوها ومن النهاردة هنعمل سندوتشات سجوء عز المنوفي في البيت بكل اسرار الشكل والطعم وبأقل من نص التمن من غير ما نروح ولا نيجي وكمان بسجوء بلدي وأظن مش محتاجة تكلم كتير جمال السندوتشات بيتكلم لوحده والفيديو النهاردة أكيد هيجوعكم أول حاجة بقى هنجهز السجوء بتاعنا وعاوزين نص كيلو من السجوء البلدي طبعا هتجيبه من الجزار بتاعكم أو من السوبر ماركت بس طبعا من مكان انتوا واسقين فيه وبتتعاملوا معي على طول والسجوء اللي هنجيبه هنجيبه عادي مش سبيسي علشان احنا اللي هنخليه سبيسي زي ما هتشوفه كده لو جايبينه سبيسي من الأول وإحنا كمان هنحط عليه توابل تخليه سبيسي وفلفل هنتعب جامد كلنا وفي عربية عز برضو بيستخدمه سجوء عادي مش سبيسي وبنعتمد على التوابل والفلفل الحميئ اللي بنضيفه هم اللي بيخلوه سبيسي وهنجيبه بقى للتوابل بتاعتنا وأول حاجة عاوزين معلقة كبيرة من الشطة معلقة كبيرة من الكمون معلقة كبيرة من الكزبرة نص معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من بهارات اللحمة ونص معلقة من جوست الطيب ومعلقة كبيرة من البابريكا وتحديدا البابريكا المدخنة وعاوزين نص معلقة من الجنزبيل الباودر ومعلقة كبيرة من التوم الباودر ومعلقة كبيرة من السماء وللي ما يعرفوش هو موجود عند اي عطار وكمان سعره مش غالي خلوني اقول لكم ملحوزة صغيرة كده هي ان ما ينفعش نستغنى عن اي حاجة من التوابل اللي انا قلت عليها دي نهائي لان دي بالزبط الخلطة بتاعتهم واي حاجة هتنقص هتخلي الطعام يختلف هنكمل بقى بقى المكونات بتاعتنا وعاوزين 3 طماطميات كبيرة متقطعين شرايح طويلة بالشكل ده وقرنين فلفل حامي من الرفيع متقطعين دوايا الرفيع قوي بالشكل ده بس عاوز اقول لكم ان انا في الاخر محطتش غير قرن واحد لانه طلع مولع وعاوزين معلقتين كبار من التوم المفروم ومش هنفروم وناعم قوي وشوية من البق دونس علشان هنحتاجهم واحنا بنعمل السندوتشات في الاخر وقبل بقى ما نبدأ في السجوء بتاعنا هنجيب فحمية وهنسيبها على النار تسخن لحد ما نحتاجها هنبدأ بقى في السجوء واول حاجة هنحط شوية من الزيت في طوصة ومش كتير قوي يعني علشان السجوء اصلا بيكون فيه كمية دهون كبيرة وهتنزل فمش هنحتاج زيت كتير بعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من التوم المفروم بتاعنا وعاوزاكم تلتزموا معايا قوي بترتيب الحاجات اللي بنبدأ نحطها يعني مش عاوزين نحط حاجة قبل حاجة وعلى طول بعد ما ادينا التوم تقليبة كده هننزل بالطماطم مش هنستنى التوم يحمر خالص وبعدها برضو على طول هننزل بالسجوء بتاعنا والمفاجأة بقى هي اننا هننزل بيصحيح كده زي ما هو مش هنقطعه نهائي وده من اهم اسرار عز المنوفي لان احنا لو قطعنا السجوء بتاعنا من الاول زي ما بنشوف في طرق كتير هو اصلا بياخد سوى على النار حوالي تلت ساعة كده فعلى ما يستوي هيكون اتهارة وشكله مش هيطلع حلو لكن احنا هنستنى لحد ما يبدأ يستوي وهنقطعه مكانه في التصب المعلقة ومش بيكون حتات متساوية خالص يعني تحسوا دايما واحنا بنكله بتكون حتة كبيرة وحتة صغيرة ومش كتعة متساوية بصوا كده ازاي الدهون بتاعته بدأت تنزل هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا كلها وهنسيبه يتسبك مع التوابل والطماطم حوالي 5 دقايق كده ممكن تحسوا ان شكل التوابل كتير شوية بس عاوز اقول لكم مش كتيرة خالص وهتطلع مظبوطة معاكم بالملي لان اصلا 70% من السر موجود في التوابل داية وبعد ما يفوتوا الخمس دقايق هننزل عليهم بمعلقة تانية من التوم المفروم وهنديهم تقليبة مع بعض وبعد كده هننزل بالفلفل الحامي وزي ما قلتلكم كنت محضرة قرنين بس في الاخر حطيت واحد بس عشان طلع حامي قوي وكمان احنا حطين شطة وهنقلبهم بقى مع بعض وكده السجوء بتاعنا بفضله 5 دقايق ويكون استوى فهنبدأ بقى نقطعه بالمعلقة بتاعتنا وزي ما قلتلكم مش بيكون قطع متساوية خالص يعني قطعه براحتكم وذا كده شكله بعد ما قطعناه هنسيبه يتسبك حوالي 5 دقايق كمان وبس كده يعني تقطع للتسوية زي ما قلتلكم في الاول هو حوالي 3 ساعة وطبعا مش محتاجة اقولكم ان هو طالع بنفس شكل سجوء عز اكيد كلكم عارفين شكله ولونه بيكون عامل ازاي والريحة بقى انا مش قادرة اوصفها لكم انتو هتعرفوها لما اتجربوا الطريقة بنفسكم طب هل كده احنا خلاص خلصنا لا لسه ما خلصناش لسه باقي اهم سر في التسوية بيعملوا عز المنوفي وهو الفحمة اللي سبناها تسخن على النار قبل ما نبدأ وبعد ما طفينا على السجوء بتاعنا هنحط طبق صغير او ممكن نحط ورقة فويل وهنحط عليها الفحم بتاعنا اللي احنا مسخنينه وهنطفيها بالدهون بتاعة السجوء اللي نزلت منه بعد كده على طول هنغطي الطاصة وهنسيبه يتدخن لحد ما نجهز باقي الحاجات اللي احنا عاوزينها وده كده شكل السجوء بتاعنا بعد ما سبناه نص ساعة يتدخن مع الفحم مش قادرة وصف لكم الريحة عاملة ازاي والشكل بقى لأ بجد انا مش محتاجة اتكلم اعترفوا انتوا انتوا شايفين سجوء عز المنوفي قدامكم هنشيل بقى الفحم بتاعنا هنديله بقى تقليب بقى الريحة وتجنن كأنكم موقفين عند عز بالزبط وهنبدأ بقى نجهز الساندوتشات بتاعتنا وجهزنا الفينو وفتحناه وهنحط رشة صغيرة من البقدونس وبعدين هنحط السجوء الخطير بتاعنا اللي شكله يجنن طبعا هنكمل بقى الساندوتشات كلها بنفس الطريقة الساندوتشات شكلها عظيم عاوز اقولكم دي اكلتي المفضلة بالليل سهلة جدا وسريعة وبتدفي قوي في الشتة لو انتوا صهرانين مع صحابكم او قريبكم وطبعا مش هننسى اهم حاجة وهي الطحينة بتاعتنا والطحينة دي انا عملتها معاكم قبل كده بطريقة الشارع في فيديو ساندوتشات كبدة عز المنوفي لو حابين تشوفوها هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن هنيجي بقى للجزء اللي انا بحبه وبتحمسله جدا وهو ان انا دوق اتفرجوا معي بجد قد ايه الساندوتش شكله حقيقي مغري جدا وبصوا ازاي سجوء طالة يا جوسي جدا ودايب الطعم حقيقي انا مهما اقولكم انه هو ده بالزبط طعم سجوء عز المنوفي للأسف هتفكروني متحمسة لوصفتي علشان كده انتوا لازم تجربوها وتتأكدوا بنفسكم وخلونا بقى ننزل في الطحينة بتاعتنا والميكس الخطير هيكون اكتمل فطبعا بعدها هنلاقي بقنا ولع ولازم ناخد بقى بيبسي لازم تجربوا الطريقة دي انتوا مش بس هتعملوا ساندوتشات سجوء نكحة وطعمها حلو انتوا هتعملوا ساندوتشات عز المنوفي في البيت بكل اسرار الشكل والطعم والريحة كل اللي هيكل منها مستحيل هيصدق انها ساندوتشات سجوء معمولة في البيت مع ان الطريقة والاسرار اسهل ما يكون وتكلفت معنا حرفيا نص التمن يعني ساندوتش السجوء من عز المنوفي حاليا سعره بقى عامل 18 جنيه وده كده شكله طبعا كلنا عارفين ان هو بيكون سجوء مجمد مش بلدي هم بنفسهم تلعوا وقالوا كده في اكتر من برنامج احنا جبنا نص كيلو من السجوء البلدي ومن سوبر ماركت كبير يعني مش من اي مكان وكان بتسعين جنيه بس النص كيلو طلع معنا عشر ساندوتشات مليانين كويس جدا لو كنا اشتريناهم كنا هنجبهم بمية وتمانين جنيه وده كده شكل الساندوتشات بتاعتنا مليانة اكتر وبنفس الطعم والريحة وكفية اننا ضمنين نظفتها اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتم محتاجين تعرفوه ولو لسه عندكم اسئلة ممكن تسألوني في الكومنتات وهرد عليكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم وهستنى رأيكم في الكومنتات